بالنسبة لحمد الله كيف أموره قبل بداية الموسم أبشرك أبشرك طيب ويسلم عليك عادة ما يكون حمد الله يعني مع بداية كل موسم يعني جماهير النصروية تتساءل يعني إذا كان جاهز أو عنده مشكلة هذا الموسم هادي ما شاء الله تبارك الله هو دائما هادي بس أنه يكون مزعج للخصوم عشان كذا في كل موسم لا بد أنك تسمع أخبار كثيرة عنها طيب كيف رئيس النادي مسل المعمر من يوم ما مسك النادي كيف أدار هذه الفترة مع النصر أدارها بكل حنكة وذكاء صراحة قدم عمل كبير يكفي بأنه هو الرئيس المرشح والمكلف والمنتخب من الرمز الداعم النصراوي الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد وثقته فيه كبيرة جالس يقدم عمل كبير الصفقات التي جالسة تحسم لنادي النصر سواء البرازيلي أندرسون تليسكا أو الكاميروني أبو بكر أو حتى مؤخرا الأرجنتيني فونيس موري لاعبين على مستوى عالي ولا زالت الأفراح بقية بالنسبة للجمهور النصراوي وأيضا أخوي حاتم الأفراح مستمرة وراح تكون فيه أخبار قريبة مفرحة إن شاء الله للجمهور النصراوي كيف يتعامل مع ملف الكفاءة المالية؟ أحب أن أطمن وبشر الجمهور النصراوي بأن موضوع الكفاءة المالية بالنسبة لنادي النصر منتهي وسيحصل عليها إن شاء الله قريبا خلال الأيام القادمة هذا الموضوع الرسمي في النادي؟ هذا الموضوع الرسمي في برنامج نبي سي في أسبوع طيب النصر أعلى نادي في الصفقات هذا الموسم كقيمة سوقية ما شاء الله تبارك الله ملايين صرفت على عقود اللاعبين كيف تشوفها يا علي في ظل شح المداخيل للأندية؟ إذا كانت موجودة شح للمداخيل في الأندية فالنصر يتواجد به رمز داعم كبير ما رح يخليه يكون محتاج لأي شيء آخر اللاعبين كبار والنادي النصر نادي كبير يستحقها النجوم الموجودة فيه